هاي كيف كنت؟ تمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الدلو رح حاول أحكي فيها عن الأحوال عامة سواء الأحوال العطفية أو العامة رح تحدث كذلك حتى عن العذاب ورح هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانك أن تكون قراءة عاكسية إذا تكلمنا بالعلاقات العطفية أوكي بداية يا برج الدلو عم شوف في خصامات وفي مشاكل عم شوف في بلوك في عدم الكلام بينك وبين هذا الإنسان عم شوفك موجوع القلب يا برج الدلو عم شوفك كأنه حسس بخسارة كتير كبيرة يعني تقريباً الطاقة كأنه تقريباً ما في كلام ما في كمينيكيشن ما في حكي أوكي؟ الطاقة كتير سلبية بهذا القراءة أو ما في مشاكل أنت وهذا الإنسان عم شوفوا لهذا الشخصية لهذا الإنسان ممكن شخصية من برج النارية عم شوفوا شخصية بتعرف التوازن بتعرف كيف تحبه وتشتغل بأشيء أخرى إنسان ممكن حالياً عم شوفه مبتعد عنك وما عم يحكي أبداً يا برج الدلو عم شوفوا كذلك هذا الإنسان كانوا عمل لك بلوك أو ما عم يحكي من أصله وما عم يحاول أنه يحكي عم شوفوا لهذا الإنسان كذلك عم يفكر فيك حتى لو أنه مبتعد بيفكر فيك يؤريقه هو عم تجي ببالك الليلة قبل ما ينام عم شوفوا عنده اهتمامات أكتر عملية وعم شوفوا مبتعد وحاسس أنه خسرك أو خسر العلاقة بالنسبة لك عم شوفك عم تنتظره أو عم تراقبه عن كسب أو من بعيد بس ما عم تبدي شيء أوكي عم تعاملك أنه الأشيء إذا هو ما عم يحكي معه خلص ما رح أحكي معه عم شوفك مبتعد وعم تراقبه لهذا الإنسان ممكن هذه العلاقة علاقة كرمية علاقة سلة زمان وانتم مع بعض أو علاقة في درس لازم تتعلم درس من هذه العلاقة لأنه دائما العلاقة الكرمية لازم تتعلم منها شيء تاخده بحييتك كدرس عشان تعرف تتعامل بأشيء أخرى بالنسبة لك عم شوفك كتير شايل بقلبك تجاه هذا الإنسان بس ممكن عم شوفك أكتر تهتم لصحتك لجمالك ممكن بتقول الحياة ما وقفت على هذا الإنسان ممكن تكون فيه علاقات جديدة وفيه ناس أكتر تستحق أن تكون معي بس هذا الإنسان عم يحس حياته أو سعدته لا تكتمل بابتعادك عنه عم شوفه كأنه عنده اختيارات بينك وبين إنسان آخر أو عنده كذا شيء يشغله عن أنك ممكن عنده مشاكل تتعلق بالعائلة كانوا عنده أولويات وعنده مشاقات أو عنده مسؤولية أكتر بالعائلة أو عنده كذلك أطفال أوكي عم تشغله عنك عم شوفه لهذا الإنسان كذلك ممكن يكون برج الحمل أو برج الأسد عم شوفه ممكن يكون من برج العذراء الثور والجدي عم شوفه ممكن حتى يكون برج العقرب هذا الإنسان عم شوفه عم يكابر أو عم يقوم مشاعره اتجاهك ما عم يوديها لإلك عم بيبين كأنه إنسان ما حاسس أصلا بشيء اتجاهك بس هذا الإنسان يحمل مشاعر كتير قوية أما أنت تريد فقط شيء واحد أنتوا ما عم تحكي معه وعمل بلوك وكل شيء بس بدك أنه يرجع لحياتك لحطى يطلب السماح من الناس وبعدين أنت ممكن تقل له بتعد عني أو شيء المهم أنه تأخذ كرامتك أو كأنه تشبه خليلك برج الجدلو على أنه أنا أرجع لحقي بالنسبة لبرج الجدلو على فكرة عم شوفه مراقبة أنت عم تراقبوا لهذا الإنسان في مراقبة ممكن تراقبوا على سوشال ميديا عم تسأل عنه عن بعيد بس ما عم تحكي معه هنشوفها لأنه بيقول لك أنه هيد العلاقة تتطلب إيمان كتير قوي تتطلب اشتغال علي كتير قوي وإيمان فيها لأنه هذا الإنسان شوي ممكن شخصية صعبة أو شخصية متكبرة وشخصية غريبة ممكن حدا مزاجي جدا يحكي معك اليوم بكرة ما يحكي معك ما أنه ثابت أوكي مثل برج الجدلوش برج من الأبراج الفكسد أو الأبراج الثابتة ما بيغير كتير ممكن أنت كذلك تتعامل مع برج الميزين عم شوف على أنه ممكن مشاكلكن على أنه هي دائما أنت يا برج الجدلو عم تعانده أو عم بتعامله بالند أنا كمان عندي شخصية وعندي أفكاري وعندي كذا وعندي كذا هو ما بيحب هيك يعني بيحب أنه يكون الناس عم تتبعه الناس عم تطيعه ما بيحب أن يكون بعلاقة والشخص الآخر بيحسوا قوي وبيحسوا شخصي كمان عنده 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 شخصيته وشخصيته قوية ووارد جدا هيدا اللي عم يحسوا أصلا بالعلاقة بالنسبة للعزي بعم شوف على أنه متقلقين بهذا الشهر كتير بارزين جدا الناس عم تطلع فيهم وتقول واو عم شوف كذلك على أنه محبوبين كتير من الناس عم شوفهم يلجأون إلى الابتعاد عن كل الناس اللي حواليهم عم شوفهم يلتجون إلى السفر الروحاني إذا بدنا نقول يهاجروا أو يعتزلوا الحياة يعتزلوا الناس عم شوفهم كأنه عم ياخدوا رحلة بالعقل الباطني وعم يفكروا بكتير أشي بيفكروا بمستقبلهم بيفكروا بحياتهم بمنهاج حياتهم عم شوفهم عم ياخدوا هذه الطريق بس عم شوفهم هلأ يعيشون هادي برج العزاء برج الدلو عم شوفهم يعيشون نقلة نوعية أو تغيير جدري كانوا عم يمروا من نقلة نوعية ورح هذه النقلة نوعية رح تجلب لون سعادة ورح تجلب لون خير أوكي ممكن كذلك هذه النقلة النوعية ممكن تغير منهم كثير وتغير من حتى تتصرفاتهم مع العلاقات هذه الرحلة اللي أنا بقول عنها الرحلة الرحانية اللي عم تعيشها يا برج الدلو لازم تخليك إنسان ناجح أكتر بالعلاقات رح تاخده أو تلاقي نقاط الضعف بحياتك ورح تكتشفه بالمستقبل ورح تحاول تتجنب كل شيء سلبي بالنسبة للحيات العامة عم شوفك أكتر تهتم لتحقيق أحلامك عم شوف حتى في أموال تأتيك من الجد ممكن حدا يعطيك أموال هيك يعني صدقات مش صدقات بس يعني زي بدنا نقول عيدية حتى لو ما في عيد عم شوف على إنه كدلك في مرأة تترسد لإلك يا برج الدلو أحذر منها ممكن هذي المرأة تتدخل بشيء من الشر لتعكر صفو بينك وبين شيء إنسان آخر عم شوف كدلك على إنه في فتحة رزق هذا الرزق ممكن يأتيك من العائلة كما قلت أو قرث ممكن كدلك عم شوف في حدا يتواصل معك آآ ممكن يتيف لك أخبار هذي الأخبار تتعلق بعلاقة عاطفية هذه العلاقة العاطفية ممكن تكون هذي الأخبار غير سارة لإلك أوكي ممكن تخليك إنت جدا حزين آآ بس عم شوف على إنه في رزقة رح تأتي لبرج الدلو عم شوف في أشياء من الماضي تعود لحياة برج الدلو ممكن في مشاكل تخص أو إذا كنت أنت مقدم على هجرة لبلد آخر ممكن تتأخر الأمور آآ ما عم شوفها يعني ما عم شوف أصلا الأمور يعني ميسره بس عم متان تتأخر الأمور ممكن تحصل عليها بس متأخره عم شوفك أكثر تهتم للمردود المادي والنجاح المادي عم تسعى لكسب رزق جديد بحياتك برج الدلو عم شوفك أكثر تهتم كدلك لابتعاد عن الناس الابتعاد عن كل الشي الذي يعكر صفو برج الدلو بس كما قلت إحذر من المرأة هذي المرأة عم تتدخل لتحكير صفو حياتك هذي المرأة ممكن كدلك عم تجلب لك مشاكل تخص بالعلاقات وبتزوج إذا كنت متزوج ممكن تجلب لك مشاكل مع إنسان أو مع الأب تتدخل لكي ممكن حتى عندها صفة الصرقة ممكن تسرق شيء أو تخونك عم شوف هذي المرأة ليست بالجيدة ممكن هي من الأبراج النارية أو الأبراج الهوائية بالنسبة لي عم شوف إنه طاقتك الحالية كتير عم تحس إنه الطاقة جيدة أو أنت يعني في تفاهم متبادل مع الشريك أنت عم تحس بأحسيس جيدة مع هذا الإنسان وكذلك هو عم يشعر بذات المشاعر عم شوف في تفاهم في ألفة في أخضعطها يعني أنت والشريك على وفاق بالوقت الحالي عم تشعره بطاقة إيجابية وطاقة كلها فرح عم نشعره كذلك هذا الإنسان أنه هو إنسان كتير يشعر بمشاعر تجاعك حلوة طاقة حلوة بحب كبير بحسك على أنه أنت خلص الإنسان اللي عم يحبه الإنسان اللي عم يرتاح معه عم شوف فيه كتير طاقة جميلة بالنسبة لألكون أنت والشريك ممكن وارد جدا أنه هذه العلاقة صار لمدة طويلة أنتوا مع بعض لأنه عم شوفك أنت بالضبط كأنه شلت كتير عباء بهذه العلاقة وكأنه هذه العلاقة طريقة طول طريقة صار طويل جدا ما عم تشوف النهاية أو إذا كنتوا بيعلاقة جديدة يعني أنت متلاهف أنه يصير زواج يصير شيء فعلي يعني مللت أنت من العلاقات اللي عم تنتهي بكل سرعة بدك علاقة دائمة ويكون نتجتها بسرعة ما بدك أنه تدخل بعلاقة تصير فيها سنة وسنتين وثلاث سنوات وبالأخير ما تنتج عنها شيء أوكي بالنسبة لألك هذا الأساس مهم جدا أما هو عم شوفه عنده كتير أمور ملخبة حياته عم شوف ممكن حياته العملية مش ميسره ممكن كتير أمور مش ميسره بالنسبة لأله العمال ممكن يكون الطريق بحياته مظلم ما عم يشوف طريقه بالواضح عم يشوف فيش أشياء في كتير عسارات بحياته في كتير أمور عم تعرقله بحياته ما عم تخليه أصلا يوصل للأشياء اللي بدوا إياها في كتير أمور عم تعرقل علاقتكن مع أنه في حب في جمال في عشق في كتير أشياء في أحاسيس جميلة عم تشعروا فيها بس في كتير من الأمور عم تعرقل علاقتكن عم شوفها لأنه أنت بدك توصل لنتيجة العلاقة بسرعة بدك توصل أنه تكمل هذه العلاقة ويصير فيها زاويش أنه تصيروا مو مستخبيين يعني ما تصيروا بعلاقة تحب فقط بدك شيء يظهر للعلن في شيء يعني الناس كله بتعرفكن أنه مع بعض عم شوف على أنه عم شوف أنه هذا الإنسان الأمر الذي يقرقه بهذا الحياة هو العمل بالنسبة له العمل جدا مهم عشان تصير العلاقة فيه نجاح كتير كبير ما عم يشوف على أنه ما فيه يعني هي تحمل أسري أو عائلة إذا ما كان العمل بالنسبة له الميسر عم شوف الأمر الذي يعقه بالحياة هو العمل كتير عم شوفه عم يشتغل عم شوفه كتير عم يجتهد بس ممكن عندكم عراقيل تتعلق بهذا الأمور عم شوف على أنه كذلك هذا الإنسان يشعر بمشاعر كتير جاية عشا تجاهك يحبك هذا الإنسان يريد أن يكمل حياته معك بس في كتير عراقيل تحول بينكم أو بتخليكن ما عم تتطوروا بالعلاقة عم شوف كذلك على أنه كما يظهر يعني في كتير من الأشياء عم تخليكن ما عم تتطوروا ليش بقى العراقيل الحياتي العامي يعني عم تخليكن ما تتطور أوكي بيقلك الورق أنه كل شي رح يأتي بوقته أنت ممكن متسرع بالوقت الحالي بدك تحصل على نتائج كتير سريعة بدك مثلا أنه يعني يصير زواج أنه الأمور تتأثر بسرعة بس بيقلك أنه الوقت هو يعني كل شي رح يأتي بوقته ما تقلق أبدا هون بيقلك أنه هيدا الوقت لا تعطي مش لتحصد لازم توقف مع هذا الإنسان بالوقت الحالي لازم يعني تكون صبور جدا يعني ما تتوقع بالوقت الحالي أنه يكون فيه ريزولت أو فيه نتائج كتير كبيرة بهذا الوقت